إعصار نار هائل يضرب كاليفورنيا ويسبب دماراً هائلاً هذا الإعصار أيها الأحبة وصفه لنا القرآن بدقة مذهلة قبل أكثر من 1400 سنة حتى يتبين لهم أنه الحق دعوني أتأمل معكم ما الذي حدث في كاليفورنيا قبل أيام ثم نتحدث عن الآية القرآنية التي تتفوق على المصطلحات العلمية هذا الإعصار أيها الأحبة عندما بدأ يضرب غابات البرازيل وأستراليا في القرن الحادي والعشرين يعني منذ عام 2010 تقريباً إلى اليوم لفت نظر العلماء وعندما رآه العلماء لأول مرة قالوا هذا إعصار النار فير تورنيدو ظنوا طبعاً هم الذي يرى هذا الإعصار ماذا يظن؟ يظن أنه نوع من أنواع الحرائق يلف ويدور ويرتفع إلى حدود 300 متر أحياناً يصل ارتفاعه إلى 300 متر يعني ناطحة صحاب ولديه سرعة هائلة في التقدم ويحرق مساحات هائلة من المزارع من الحدائق من الغابات والأشجار وغير ذلك يعني هذا الإعصار يستهدف المناطق المثمرة أو المناطق الزراعية أو الغابات بشكل عام ولا يستهدف الصحراء إذن أولاً نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام بعده لم يروا هذا الإعصار أبداً لأنه لا يمكن أن يضرب منطقة صحراوية سأقول لكم لماذا أيها الأحبة عندما رأى العلماء هذا الإعصار لأول مرة كما قلت لكم قبل بحدود 12 عاماً أسموه إعصار النار فظنوا أنه نوع جديد من أنواع الأعاصير لأنهم هم يعلمون أن الإعصار يكون عادة عبارة عن دوامة هوائية تلف بسرعة كبيرة وتتقدم فهذه الدوامة الهوائية إذا بلغت سرعتها سرعة محددة تستطيع أن تقتلع الأشجار أسقف المنازل السيارات يمكن أن تدمر أبنية بكاملها مثل هذه الدوامة تسمى إعصار إعصار ريح ولكن لما رأوا هذا الإعصار الذي هو عبارة عن نار تلف وتدور وتشكل هذا اللسان من اللهب الذي يرتفع في الهواء فظنوا أن هذا نوع جديد من الأعاصير أسموه إعصار النار إعصار النار الحقيقة عندما ذهبنا إلى القرآن أيها الأحبة وجدنا تسمية أخرى أنا الآن أريدك أخي الحبيب فقط دقائق أن تركز معي لتدرك عظمة هذا القرآن لأن الله أمرنا أن نتفكر نتفكر في خلق السماوات والأرض والتفكر من أعظم العبادات أيها الأحبة في القرآن الكريم لا يوجد إعصار النار هذا التعبير غير موجود ولكن موجود تعبير آخر إعصار فيه نر إعصار فيه نر طيب ما الفرق بين إعصار النار وإعصار فيه نر ستتضح لنا هذه الصورة بشكل رائع عندما ندرك كيف حلل العلماء إعصار النار وكيف اكتشفوا آلية حدوث الإعصار أولا أخي الحبيب الإعصار كما قلت لك عبارة عن دوامة هوائية قوية تتقدم باتجاه معين ويكون فيها قوة قوة شفط أشبه بالمكنسة للأعلى هذه الدوامة عندما تصادف حريقا إذن أنا لدي نار هنا تمام؟ تخيل معي الصورة فقط لدي منطقة مشتعلة وعادة الحرائق لا تحدث في الصحراء نحن لم نرى حريقا يحدث في صحراء عبارة عن رمل صحراء جافة إنما الحريق عادة يحدث في الغابات يلتهم الغابات والمنازل والأشجار وحتى الكائنات الحية الموجودة يلتهمها لدي تخيل معي فقط ثواني لدي الدوامة الهوائية وهي الإعصار الهواء العادي من الريح يتقدم إذن لدي إعصار يتقدم ولدي هنا منطقة تشتعل فيها النيران فعندما تتقدم هذه الدوامة الهوائية تدخل النار في داخلها لأننا قلنا الدوامة ما الذي تفعله تشفط فيها قوة رافعة أو قوة دفع للأعلى فتشفط هذه النار فتدخل النار داخل الإعصار وترتفع أحيانا كما قلت لكم حسب القياسات العلمية إلى مئات الأمتار قد تصل إلى ثلاثمائة متر هذا الإعصار الناري يصل إلى ثلاثمائة متر إذن أنا لدي جزئين لدي إعصار ولدي نار تمام أيها الأحبة هذا بالضبط ما كشفه العلماء الذي كشفه العلماء أن هناك إعصارا دخلت فيه النار فأصبح لدينا ما يسمى بإعصار النار فيرترنده طب القرآن العظيم الدقة التي استخدمها القرآن ماذا قال دعوني أقرأ الآية من أولها لأن الآية هنا أيها الأحبة تتحدث عن الغابات والجنات والحدائق والأشجار يعني لا تتحدث عن صحراء لا تتحدث عن مكان يعني عبارة عن جاف لا أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب ونحن نعلم أن النخيل يرتفع كثيرا شجرة النخيل مرتفعة جدا وبالتالي هذه الجنة من النخيل والأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر القرآن يريدك أخي الحبيب أن تتخيل أنك أنت نفسك أنت نفسك تخيل مكانك حتى تشعر بهذه الآية بقوة هذه الآية يجب أنت أن تتخيل هذا الكلام حصل معك أنت لأن القرآن ماذا يقول أيود أحدكم إذن الآية لا تتحدث عن شخص يعني في المريخ أو شخص من عالم آخر لا تتحدث عنك عني وعنك فعندما تسمع أيود أحدكم إذن ضع مكانك أو ضع نفسك مكان هذا الإنسان الذي يتحدث عنه القرآن تخيل معي للحظة أن لديك بستان كبير مزرعة كبيرة تمتد لألاف الأمتار وفيها من كل الثمرات أشجار مثمرة وفيها نهر يجري فيها ويعني أنت بهذه الصورة لو تخيلت نفسك تشعر أنك تملك الدنيا ولكن أصابك الكبر وله ذرية ضعفة تخيل أنك كبير وضعيف أيضا ولديك ذرية ضعيفة كل أملك أن يكبروا ويأكلوا من هذه السمار ويستفيدوا منها وبالتالي أنت بهذا الكلام ضمنت مستقبل هؤلاء الأطفال الصغار يعني الضعفة وله ذرية ضعفة إذن تخيلت معي هذا المشهد جنة كبيرة الجنة في اللغة هي البستان أو الحديقة فيه كل الثمرات هذا البستان ولديك أطفال صغار وفجأة هذه الجنة فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت هذا الإعصار دخلت فيه النار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت سبحان الله صورة رائعة أخي الحبيب صورة مرعبة يعني والله أنا لا أتمنى أن أكون مكان هذا الإنسان لدي ذرية ضعفة وأنا على وشك الموت عن رجل كبير وأصابه الكبر وله ذرية ضعفة فأصابها إعصار فيه نار طيب من أين هذا التعبير جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال الأول كيف علم أن هناك إعصارا وتدخل فيه النار وهو من أقوى الأعاصير المدمرة يعني الإعصار العادي قد يدمر شيء بسيط ولكن تبقى الأرض كما هي أما الإعصار إذا دخلت فيه النار فإنه يأكل الأرض عن بكرة أبيها لا يبقي فيها حتى الحشرات يأكلها سبحان الله يعني صورة مرعبة قدمها لنا القرآن ليقول لنا ماذا يعني هذا المشهد ماذا يريد أن يقول لي ولك القرآن يريد أن يقول لك احذر الأجل قريب لا تأمن لهذه الدنيا لا تأمن حتى لو معك المليارات بأي لحظة يمكن أن تغادر هذه الحياة فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت وهنا الدقة أخي الحبيب أن القرآن استخدم حرف الفاء فأصابها فأصابها الفاء هنا في اللغة يختلف عن الواو يعني إذا قلت وأصابها الواو تعطيك زمن طويل بينما الفاء تأتي للمفاجأة تشكل عنصر مفاجأة هذا الإعصار يأتي فجأة من خصائص إعصار النار أنه يختلف عن الإعصار العادي الإعصار العادي يمكن أن تراه من بعيد يتقدم ولكن إعصار النار بشكل مفاجئ يأخذ هذه النار ويلتف حولها ويتقدم يأخذها معه ويتقدم ويحرق بها مساحات هائلة يعني جنة مثلا أو بستان كبير جدا يمكن أن تمشي فيه ساعة مثلا يحرقه خلال ثلاث دقائق أو ربما أقل إذن هنا هنا ينبغي علينا أن نتفكر ونفكر ونتدبر لذلك هنا الآية كيف انتهت عندما قال تعالى فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون إذن الهدف هو التفكر لأن ديننا العظيم أيها الأحبة مبني على الفكر مبني على العلم ليس لدينا خزعبلات مثل بقية الأديان ليس لدينا تناقضات مثل بقية الأديان لا القرآن كتاب واضح فيه كل ما تحتاجه في حياتك وهذه الآية الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نتفكر فيها لماذا؟ لكي تحذر الآخرة وترجو رحمة الله إذن خلاصة هذا اللقاء أحبتي في الله أولا لا النبي ولا الصحابة ولا أحد قبل أربعة عشر قرنا كان يعلم شيئا عن إعصار النار الله علم نبيه هذا استثناء الله علم نبيه لا نحيط بها ولكن الثقافة السائدة في القرن السابع الميلادي أنا أوجه السؤال للمشككين الذين يقولون إن القرآن كتب بيد الصحابة أو بيد الأمويين أو العباسيين أو كتبه فلان أو 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 محرف أو إلى آخرين هذا الكلام طيب من هذا الرجل العبقر من أربعة عشر قرنا الذي يستطيع أن يصف لك حريقا في عام الفين واثنين وعشرين ويستخدم التعبير الدقيق إعصار فيه نار حتى الآن حتى الآن أخي الحبيب أكتب على الجوجل أو يوتيوب أكتب فاير تورنادو هذا هو المصطلح العلمي ستخرج لك مقاطع الفيديو ولا يستخدمون عبارة إعصار فيه نار لا المصطلح العلمي غير دقيق التعبير القرآني أدق طيب من هذا الرجل الذي يستطيع أن ينبئنا بإعصار كهذا ويحدد لنا أنه يصيب الجنات أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب من يستطيع ذلك ولماذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كان رجلا عبقريا في ذلك الزمان لماذا يستخدم هذه التعابير ويعطينا مصطلح سيستخدمه العلماء بعد ألف وأربعمائة سنة لماذا ما الذي سيستفيده إذن هذه الآية أخي الحبيب لا شك أن الله هو الذي أنزلها والنبي نقلها لنا والصحابة الكرام طبعا كما هي ونحن اليوم نكتشف أسرار هذه الآية الكريمة بالصوت والصورة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فالقضية تحتاج إلى تفكر وهدوء وطبعا من أوجه الإعجاز العظيمة في هذه الآية الكريمة الحالة النفسية التي تصف وضع هذا الإنسان حالة نفسية مدمرة أكثر من تدمير الإعصار نفسي تخيل أن لديك أملاك كثيرة جدا وزالت بلمح البصر دقائق معدودة زالت هذه الأملاك وعندك أطفال صغر كم كمية الأسى والحزن وكمية الاكتئاب وكمية لا توصف أخي الحبيب لذلك ارجع إلى الله الأجل قريب سيختفي كل شيء من أمامك لن تدوم ولن يدوم لك شيء ستأخذ عملك الصالح فقط إذن سارع بالعمل الصالح سارع بأن تطيع الله سبحانه وتعالى وترضي الله عز وجل لكي تكون من الفائزين برحمته سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه المعلومات كل الخير والنفع لمن يشاهدنا ويسمعنا الآن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته